اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولماذا كانت من شعائر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه يؤذن ولاه طبعا الاضحية قالوا اتسميت اضحية او ضحية يعني ليه اسام كتير بس مشهور ليه اضحية نسبة لوقت الضحة لان وقتها هو وقت الضحة احنا بنصلي العيد بعد شروق الشمس بشوية صلي الفجر وعندنا انتظر شروق الشمس يطلع تلت ساعة والحاجة نصلي العيد بعد ما نخلص صلاة العيد فصلي لربك وانهر يبقى دائم تا وقت الضحة فلما كان ذبحها من حيث الزمان يبدأ في وقت الضحة سميت بالاضحية يبقى ده من حيث التسمية انما من حيث وقوية وقتها طبعا انا اتخلت ان مرجعتها فكرة التضحية المبدأ نفسها هو التضحية الزبح وده يجي بقى في التعريف انما سميت اضحية ليه قالوا ده من كتر من التعليلات كتير فقالوا من حيث الزمان الضحة ومن حيث الزبح التضحية يعني الزبح ضحة يعني زبح مأخوزة من الزبح ده الوقت بتاعها يبدأ من وقت الضحة يوم النح اليوم العيد او اليوم العيد ويستمر الى اخر ايام التشريق اللي هو عند غروب شمسي اخر ايام التشريق ليه رابع يوم العيد ممكن نتبح كل ده وقته نح للاضحية عشان يبقى الساعة بس عشان ايه السادة المشاهدين كان فيه ناس كتير تظن ان هي لا ده لازم بعد صوت العيد ويوم العيد الاول يوم العيد بس وبتاع لا فيه ساعة واحنا بنحتاج كده دلوقتي سواء على مستوى افراد او على مستوى مؤسسات لدرجة ان بعض على مستوى الافراد يعني طول مؤسسات ممكن بتعمل حاجات كتيرة انما ممكن حضرتك الوقت ما تلاقيش جزار يتبحلك اول يوم عيد الصبح فتفضل مستاني بقى لما يعبد طب تعمل ايه يا اخر النهار يا تانيو طب ده وقت اضحية وقت اضحية بالمناسبة يعني لغاية حالك بتقول الاخر ايام التشريق الدبح برضو يفضل ان يكون في نفس التوقيت اللي هو وقت الضحة مش شرط في اي وقت من هذه الايام من هذه الاوقات يعني من هذه الايام وده يشمل الليل بحر نعم يشمل الليل والليل يشمل لان الليل هيخش في اليوم يبقى كل يوم بليلته لحد غروب شمسي يوم متأخله من ايام التشريق فاحنا عشان ده بس بلسان مش شرط بفي ساعة لما ندرش نتبح اوليوم بيتباح تانيوم انا اعرف ناس بيتباحوا تالت يوم طب يا عمي بتعمل لك يا تالت يوم يقول لك وانا مش لاقي جزاري اليوم وتانيوم لحمة انا هدي يوم تالت يوم لحمة فاني نبتدي ايه ندي للناس المحتاجين بمناسبة اللحمة دكتور مجل الاضحية تعتبر اطعام طعام ولا صدقة ولا جبر خاطر ولا ادخال السرورة على قلب اسرة كاملة ولا وضعها ايه كل ده الاضحية اصلا مجرد الذبح قربة الى الله يعني عشان كده لما جي ودي سنة قلنا قديمة من امس اجنة ابراه من خليل وفديناه بذبح عظيم فجاء الزبح بدل سيدنا اسماعيل والذبح الخروف كما قيل في الروايات طيب يبقى هنا دي يبقى فيها قدي زبح قرب الى الله واكدها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طب بعد ما تزبح قالك هنوزع التوزيع نفسه فيه اطعام طعام بدي واحد يأكل طب والاطعام الطعام ده هو جبر خاطر هو طبطبة صحيح وفيه الاضحية بقى حلويتها في ايه فيه جبر خاطر اهل البيت فبياكلوا بينها وبيفرحوا يبقى بشوفوا الاضحية وبتتبع حتى في مكان وعرفوا انهم بيضحوا حاجة تانية بدي احبابي واهلي ففيه صلة راحب وبر والدي لو الولدين عايشين طب وفيه كمان ان انا بدي الجران وحبايبنا الجران اللي حوالينا طب حتى لو اغنية حتى لو اغنية ليه ما احنا عاوزين نزود الروابط والعواصر وبعد كده للفقراء والمساكيد والنركن مهم يبقى كأنه جبر خاطر للي معاه وللي معوش للقريب وللغريب يبقى كل هذه المعاني لذلك الاضحية دي شعيرة من الشعير المهمة ولذلك جاءت في القرآن كده وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحه وفعل كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت بيسموا ايه سموا انه جاءت سنة قولية وسنة فعلية عملها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فضحى بكبشين املحين كده يعني اقرنين يعني حاجة متينة وقال اللهم ان هذا عن محمد وقال محمد اول واحد والتاني اللهم إن هذا عن أمة محمد صلاة الله وسلامه عشان طمم بس خاطر السادة المشاهدين إن اللي معهوش يتبح نقوله طمه إن أهل بك سيدنا النبي ده بحرك من زمان طب ده اللي معهوش اللي معاه وما بيتبحش اللي معاه يتبحش نرجع للحكم الشرعي جمهور العلماء بيقول إنها سنة مؤكدة سنة مؤكدة بتوصل إنها سنة شعائر يعني إيه لا تترك بالكلية لازم تتعمل ما تتركش معناها سنة زي الأزان الأزان قاله فرض كفاية أو سنة مؤكدة بس ما يتسبش مش كله يسيبه لا لازم حد يقوم بيه إنه شعيرة الأزان شعيرة الأضحية شعيرة فهنا الجمهور قال سنة مؤكدة بس تتعمل من بعض الناس طيب وبعضهم قال دي واجب فاللي قال واجب يعني اللي معاه وما يتبحش يأثم شارعا يبقى على المذهب ده إحنا حتى لو خدناها من منطلق إن إحنا لازم نوعظم شعائر الله طبعا لأنها من ضمن ومن يعظم شعائر الله من ضمن تعظيم شعائر الله تعظيم حرمات الله فإحنا مش عاوزين نضيق واسعا ونقول إيه ده واجب لا إحنا مش نحسب الفوق وما بيقول حتى لو سنة مؤكدة السنة المؤكدة دي بس ده أجرها عظيم جدا حضراك لما سألتني السؤال اللطيف الجميل في الأول هي فيها إيه وإيه وإيه وحضراك يعني وزعتهم كده فشفنا فيها كم حاجة وإدخال الصرور على اللي في البيت واللي حوالينا واللي في الغيط والغلابة وكل حاجة طب التعاوز أكتر من كده لذلك الذي يأخذ عليها وتكون عادة الله لا يستطيع تركها حتى لو هو يعني أعرف ناس مثلا بتتبعها عشرين سنة فجدا ذاقت عليه شوية واخد على كده فيقول لنا هستلف فبقول له يعني لا يكلف الله نفسي لو سحيولي أنا مش قادر أنا واخد على كده وبحس بسعادة لما بسعد الناس والبيت كله عنده يبقى بفرحات وأنا هقدر أسد البتاع بعد كده إن شاء الله ربنا يوسع وربنا يوسع عليه ويسد وغيرها كمان ويعمل غيرها ماشا الله فعشان كده بنقول هي بقى اللي معاه وما بيعملش بنقول له على الأقل خلفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هزيز السنة لأنه حضرته عمل ولأنه هو أمر بالأضحية صلى الله عليه وآله وسلم وأمر أنه كان عنده لأنه قال إيه من كان عنده ساعة ليضحي ولم يضحي شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعقول لك عندك ساعة إن أنت تضحي ومع ذلك لم تضحي قال فلا يقربن مصلانا ميجيش يصلي معنا ميجيش يصلي معنا ليه يا سيدنا هو مش متشبه بأخلاقنا ما بنقولش إن هو كافر وعاسب بس أنت جنسك مش جنسنا طب أنت معاك طب ده اللي معهوش بيحاول يلملي مع شلي يتبع أنت معاك ما بتتبعش إيه ده وبعدين سنة بقولك إيه اتبع عشان تفرح نفسك وأسرتك واللي حواليك والغلابة وهكذا طب ده أبو سيع أبو نص سيع بقى اللي هو معاه ما تيسر بس ما تيسر ده مش كافي لأنه يضحي هل ممكن وهو عنده نية التقرب لربنا سبحانه وتعالى يعني مثلا الأضحية تمانها مثلا جنيه مثلا وهو معهوش غير نص جنيه فممكن يستغنى أو يستغني عن الأضحية ويستبدلها بإن هو يوزع نص جنيه دون مثلا على الفقراء مثلا هيعمل بس إحنا هنا هقوله ده أنت غير مكلف لأنه معكش غير مكلف حتى بالسنة دي فبنقوله بنيتك هتاخد أجر أضحية تقوله يا رب لو كان معاه جنيه زي وحاك في دو كده كنت هشتين خوف واتباحه وهياخد أجر الصدقة سواء هيوزع نحمة بقى مش مدبوحة أو هيوزعها فلوس هياخد صدقة يبقى بالفعل أخذ أجر الصدقة وبالنية أخذ أجر الأضحية شوف بقى اللي معه وش عمل إيه بس عنده نية بيجدد لذلك تجديد النية واستحضرها ده مهم جدا لأنه بيجيب لك حسنات بس ببقى بالفعل أنت موقن جوه أنه يا رب حقيقي أنا لو معايا أنا هتبع خروف أو خروفين أو عزك الله حاجة أطبع من كده فبنقولك ما فيش حد هيعدم السواب والحسنات آبدا مهما كان حتى لو فقير يبقى النية يبقى إذا لم يسعفك الفعل فلتسعفك النية الفعل ما أسعفنيش معيش لا أستطيع بس بيه حاجة تانية ممكن تسعفك النية طبعا فييجي الفقير اللي مش لقى خالص يقوله لو معايا زي فلان أو بتاع والله كنت أضحي صحيح بقى كلمة والله كنت أضحي دي هدي أخذ عليها أجر الأضحية طب إزاي الواحد يخلي من الأضحية دي بداية جديدة لي مع ربنا سبحانه وتعالى عشان كده بقى بنقول زبح هذه الأضحية اجعلها بداية حياتي لك يبقى كأن الزبح بتاعها هي أنا أخليها حياة جديدة لي عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بأي للسيدة فاطمة لا يا فاطمة اشهادي أضحيتك يعني حاول تشوفيها وانت بتدبعها زمان كان مكان سامحوا وكلوا وبيعنوا لحد فترة مش بعيدة قبل ما المؤسسات اللي هي فيها سيستم وكده والمجازر فكان كل واحد بيدبح فقال لا اشهادي أضحيتك فإن لك عند أول قطرة دم تنزل منها أن يغفر الله لك ذنوبك كل ذنوب تخفر مع أول قطرة طب يعني كده ايه صفحة جديدة طبعا لانت حركته عن صفحة جديدة ومع ذلك شكلتها يعني شبهتها لك حتى في الشكل هو بيدبح وانت تحيا ليه لإنك ساعدت نفسك وساعدت الآخرين فتحيا بامتسال أمر الله بالتشبه بفعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بإدخال السرعة على نفسك وعلى الآخرين يبقى دي صفحة جديدة وعهد جديد وحياة يبقى ده مهمة قوي مسألة الحياة طبعا في بعض الأحيان دكتور مجدي بيبقى فيه مسألة ايه الأهالي مش عارفين يوصلوا فكرة الأضحية لابنهم الصغير عايزين يمهدولوا الحكاية فمش عارفين الداخل تيجي ازاي وعلى فكرة ده بيحصل في كتير جدا من الأمور اللي ليه علاقة بالغيبيات والمورائيات والمعجزات المتعلقة بالأنبياء والرسل ايه لآخره بيبقى فيه شيء من الصعوبة فانهم يوصلوا المعنى أو المغزى لطفلهم يعملوا ايه في الحالة لزي كده اللي زي ده كده احنا أصلا محببينه لله ورسوله عارفينه انه أعصن حاجة عندنا الله وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة كمسلمين والرسل الجميع فأول ما تقوله يقول لك انت بتعمل كده ليه تقوله عشان ربنا أمر بكده وسيدنا اللي انت بتحبه صلى الله عليه وسلم عمل كده وبعدين وتقوله عشان نوزع الغلابة اللي محتاجين أصلي في الوقت ده عشان نتشبه بالحجاج هناك بيتباحه فاحنا عاوزين نتباح حان الاخرين عشان ربنا ما سبناش شو بقى ربنا عنده عدل ازاي وهو صاحب فضل اللي هناك بيتباحه ومعاه ممكن يكون معاه اللي راح الحاج اللي معهوش اللي هنا وما راحش طب وانا عاوزة تشبه بيه فاحنا ربنا يا ابني خلانا نتشبه بالحجاج في الحاجات دي زي ما هم إحنا بنكبر في العيد هم بيكبروا زي ما بنذكره هم بيذكروا وهذه الأشياء كده ممكن هم يتباحه هناك عاسمها هادي احنا بيسمها أطحية فتقوله عالتشابه ده بالصالحين هناك في الحجاج وفعل سيدنا النبي وان ربنا أمر بكده وعشان نفرح الغلابة ايه رأيك عشان نفرح الغلابة وانت اللي هتوزع معايا وتاخد كده اللي من حضراتكم يستكف التفصيلة دي يشغل لابنه بس الصغار جزء ده من الحلقة يعني الحقيقة إجابة يعني وافية وفي ناس أنا أعرف وفي ناس أنا أفندب ومش عاوزه كنا بنعمل كده تاخد ابنك الصغار وهو يوزع على الناس ليه بتربي في حاجته امتسال الشحائر الحاجة التانية انه هو يوصل بنفسه للناس يوصل لها الناس المستحقية فيطلع متضرب على اللي انت عاملها تضرب عليه فلما يكبر هيعمله اوتوماتيك كده يعني تلقائي هيعمله فبنت ربيت في ابنك هذه الشعائر اللي فيها معاني كتير من تعظيم الله واتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومساعدة الخلق يبقى ده أجمل حاجة نقول للأطفال حتى لو بيقول لك بتتباحوا كده الأطفال بيشوفوها وبيشوفوها شهده الأطفال بيشوفوها همش عايزين يعني ايه ترامل ان فيها أمر شرعي وفيها المعاني الجميلة اللي قلتها دي كلها يبقى خلاص احنا نقول لهم سيدنا النبي حمل وسيدنا النبي ليه هنقول لهم ده أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عملكيت بالسيدنا محمد باس اللي هو أبو سيدنا يعني يعتبر أبو الأنبياء يعني كتير فالطفل ساعتها هيقتنع بمثل هذه الأمور خاصة لما تقول له عبارة من روح حج عمرنا وانت يعني تشابه لما تروح خلي بالك يعني تباح لك دبيح اه فنقوله كده فشوف يعني ايه لذلك الطفل لو راح يعني طفل بالغ يعني مش بالغ حتى لو قابل البلوغ وعمل حج متمتع هيبقى عليه أضحية عليه هادي هناك عليه هادي هناك أيه معينه مش بالغ وبعد ما يبلغ هيجدد الحج بتاعته لأنه لا تسقط عنه طب لأنه عملها بالبلوغ بس هنا ايه عليه هادي هناك فنقوله انت هتبقى انت نفسك هتعمل كده لما تروح تحج معايا ان شاء الله يلا عشان نحوش أنا وانت وروح نحج بالطريقة الثالثة مع الأطفال دورام عن حبيبهم في هذا الأمر خاصة وانا أحب كده ان ما توصل الناس بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع عمل الخير للناس على طول الناس تمبسط كده حب سيدنا النبي مع عمل الخير للناس الطفل مش عاوز إلا كده تقوله حب سيدنا النبي وده عشان أفرح الناس الغلابة الطيبين يقولك أنا هاكون معاك وامش معاك ويا بابا ما تروحش توزع لو أنا راح أكون معاك غير ما يكون موجود معاك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل إزاي مع الأطحية كان بيتعامل بالرحمة لذلك قال أحكام كتير تخص الأطحية أولا عشان بس الناس عارفة قالوا إن إحنا الأطحية لازم بس سن معين السن المعين ده سواء الجمل خمس سنين البقرة أو الجموسة سنتين الخروف سنة الماعز ست شو قال لك يكون كبير ما نعملوش وطفل صغير إحنا عندنا ليه عشان وفرت اللحم يكون توفى اللحم شوية معضوم قيل ده حاجة تعبودية طبعا خرج يعني حكم منها إن مش هنمان يتبعش الصغير عشان يبقى شكل صغير لسه يتربى ولا حاجة مش هنتبعه لما يقدر يبقى يتدبح يبقى ده حكم الأحكام الحكم التاني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليحد أحدكم شفتة وإوعد بيين له السكينة أو الآلة أو بتاع اللي بيشوفها والدماء اللي بتاعه ما تحزنوش لا تجمع عليه موتا وحزنا لتنين إحنا لو مشينا بالطريقة بتاعة السنة عنا تبقى حاجة راقية قوي كده حتى دايما يعني إلى جانب فكرة السكين إنه هو ما يشوفهاش برضو فكرة إنه لو في حد بيتبح أكتر من أضحية في مكان واحد ما يدبحوش وصبع آه ما يدبحوش وصبع لأنه بيشوف أصلا هو الناس فكرة إن البهائم دي مع عزكم الله أو الحيوانات دي مش مدركة لا مدركة عندها نوع وإدراك مش زي عقلك بس عندها نوع وإدراك وبطقيس الشيء لعنها ده بصر فشايفها اللي من جنسها بتعمل فيه كذا فتزعر زي آسد خطف واحد وهيكله من البقر ده التاني هتليه جيري ليه لأنه شايفه إنه هو راح كده فنفس الحكاية فسنة بقى لها اوعى وتتبعه جنب بعض كده إلا لضرورة أو لحاجة في مقزر بقى أو بتاع مش النظر نعمل واحدة واحدة مش عالي خلص بداء للحاجة زي ما بيسموه إنما في البيت في البتاع مش عالي فيه أو نقدر نفصل نفصل ليه الرفق بالحيوان ورح معين أنا هنتباحه بس إوعى تجمع للدبح مع الحزن قبل الدبح لزيك قالك تسقيه قبل ما تتباحه اعرض عليه المياه مش الواحد لما بيحكم اتحكم عليه بالإعدام يقولون انت عاوز إيه آه ايه عاملت زي نفسك حكاية هو مش هيقول لك أنا عاوز إيه هو بيحتاج أكل وشور مش عاوز يتفسح يعني فهتأكله لو أكل أو شور وتعمله كده خلاص هتلاقيه شبع ومش محتاج مية ولا بتاع خلاص ده جاهز للدبح يبقى حتى سيدنا وليورح ذبيحتها من الراحة رياحها نهيامها أنا جنبك أجنبالين كده يعني رحمة مطبعة في كل الأوقات حتى وقت دبح وقضحية طبعا يبقى وقت الدبح كيفية الدبح أي حاجة متعلقة بالقضحية توزيع القضحية كل ده جاي في السنة بتفصيل لذلك احنا محتاجين السنة عشان كده مفصلنا كل شيء ده في القرآن جيه لما تيجي ما فيش تفصيل كده خالص هعرفه منين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن التفصيلات الجميلة دي عشان خاطر ايه نتعامل مع مثل هذه حانات حتى ولكننا بنأكلها وكده بس هنتعامل معها برفق ما نجمعش هل يزم أطرحات بين الزبح وبين الحسن هل فيه أخطاء شرعية بنقع فينا فيها من غير ما ناخد بالنا أثناء عملية الدبح آه فيه أخطاء اللي هنخالف القواعد دي هنقع فيه أخطاء يعني واحد مثلا ما سماش ما قلش بسم الله الله وعجبك معين لفنياته بيسمي بنقول له يا سيدي ايه يعني اعتملك سميت بس يخليك في السنة دي تمنع الأضحية لا ما تمنعهاش طيب واحد دبح ويه حضرتك ما نيمش البتاع لجنبها ورا لا يحاش خالف السنة بس دي بيها مشروعه صحيح ايه انما خلفت السنة خلفت السنة يعني ايه يعني خلفت الرحمة بتاعت سيدنا النبي صلى الله واحد تاني جي دبح كله وصبعته واحد بعد تاني جي رح ماسك الدم وفدل يلطخ في الحطام آه فدل ياخد الدم كده ويلطخ في الحطام بتلطخ في الحطام الدم ليه بتوسخ ليه واحد يروح دابع في الشوارع فلما يدبح في الشوارع كده ومخلفاته بتاع ويؤذي الناس احنا مش عزينا تؤذي الناس طبعا حتى لو هتوزع للناس حاول بتقوم بطريقة حضارية جبيلة كده سيد النبي كمية كده ايام ممكن صحة فالدم بيتشيري والحاجات دي لما دلوقتي لازم بطريقة حضارية لذاك المجازب بقى والمؤسسات اللي بتدبح البيئة والناحية الحضارية وجزء منها خوف على الزبيحة نفسيها وجزء منها عشان التوزيع يكون صحيحا نواصل الى المستحقين يبقى شوف الترتيبات دي كلها لو خلفناها يبقى خلفنا السنة بس كلها صحيحة كل اله لو في حد يعني حابب يجود ويزود فكرة ان التلت بتاعه الخاص بيه المضاحي ما هو مثلا عايز برضو يوزعه مع بقية الاضحية على الفقراء والاكثر منه احتياجا بطبيعة الحال له ان يفعل ما يشاء يعني بعض الناس كان يعمل لي برضو يقول انا يجيب خروف خروفين خروف لي الاهل بيتي والاقاربي وجيراني والخروف التاني كله للفقراء والمساكين شوف الجمال بعضهم يقول طبعا هتطلع التلتين ليه الفقراء والمساكين والتلت هقسمه بيني وبين الجيران وهجاكمل انا لحمها من عند الجزار ده يؤجر على هذا ليه لاني عاوزين ناكلهم ونشربهم سيدنا بيسا الله صلى الله عليه وسلم قال انها ايامه اكل وشرب وذكر فاحنا عاوزين ناكلهم ونشربهم اللي بيش لقيه يعني انت الواحد يكون لحمة وهم ما يكونش لحمة عاوزين شف شربها ومارخونش يعملوا فتة مثلا او بتاع لا عاوزين نعملوه فالاضحية من جمالها مفيش نص قاطع فيها نوزعها زي ليه عشان يسيبك انت واختيارك فلما جي عن سيدنا عبدالله ابن عمر قال السما ثلاثة اثلاف تلتليك لله البيت وتلتلي جرانك وحبيبك وقالك وتلتلي الفقراء بس ده مش نص قاطع اه طبعا عاوزة وسع لا وسع ومن زاد زاد الله له في الخير هيوزع روحية كلها للفقراء ومساكين بس يحب يقول له ادي حتة صغيرة برضو للبيت عشان يفرحوا تب ادي حتة للاخرى الصغيرة ودي معظمها للفقراء والمساكين عاوزين نبسطهم وعشان يدعو لك يبقى احنا محتاجين في اليوم ده الناس تنبسط وناس تدعينا عشان خطر ينفع ونجيب اضحية تاني ونجيب في غيرها وهكذا فاحنا عاوزين بالطريقة دي وانش راحل وفي كده مرنة ووسع في مثل هذه الامور لا يحددوا لك اقساما للتوزيع وانا قولك ايه انا سايب هالك بقى معقولها هتاها كله مش هتأكد الغلبان اللي اللي عاشر لا مش هتعمل انت كده شوف حضارك ده سئلة طب هو عاوز يوزحها كلها او تلتين هالبتاع اولو شوف حاسس بالناس اللي هو نوصل مرة كدهنا فيه الشعور بالاخرين فلو شعرنا بالاخرين كده خلاص خصوصا لما يكونوا الاخرين دول اغلبهم ده ما كانش كلهم ما بيشوفوش حتة اللحمة دي غير من السنة للسنة طبعا فيه ده كتير كده بيشوفوش اللحمة غالي عليهم فما بيشوفوهاش نعمل احنا الغالي بنرخصولهم بنرخصها كده وبنوضلهم لحد البيت كمان ممكن يعني ديليفري حاجة حيل وقاوي فدي بتبقى جميلة جدا لذلك كل ما وزحت على الفقراء اكتر الدوع هيجيلك اكتر جبر الخاطر هيجيلك اكتر ادخل السنة انت ادخلتوا عليهم يدخل السنة على ايه على اهل بيتك كلهم ده لازم بالضرورة طبعا الجزاء من جنس العمل عندنا القاعدة كده انت ادخلت السنة على على ثلاثة فيخش السنة على ثلاثة عندك انت لقى انت عملتوا بستة هيخش على ستة طب انت عندك ثلاثة بس من ستة هيبقى سنة مضاعف عليهم او لوالدك ووالدتك ويخش في الموضوع يعني هتبقى العملية واسعة من ادخال السرور وده مهمة اوي ان الانسان يراعي هذا الامر عشان خاطر غبر الخواطر في المواسم والاعياد والحاجات دي مهمة جدا ليه ما تحسس الناس بالفارق الكبير انت عندك وانا ما عنديش ولا نبدي وانت بتاخد لا احنا كلنا بناخد من عند ربنا سبحانه وتعالى انا انما انا يعني سابق من الاسبال بروح اوزى هذي الاشياء وسيط وكايني وسيط بس وسيط انت بتاخد يعني سبب الله يعني جعل رزق هؤلاء الناس على يديك فكرة الغفران المقترن بي اراقة اول نقطة الدم الى اي درجة الغفران ده ممكن يصل يعني ايا كان حجم ونوع وعدد الزنوب تغفر اطلاق الحديث يقطدي هذا مطلق قال لا فاشهديها زبيحتك فان عند اول قطرات دم تنزل منها يغفر الله لك ذنوبك قال الزنوب الكبيرة او الصغيرة قال لا احنا هي مطلقة وفضل الله واسع وكل واحد بيقول زي ما رح عند الحج كده ويقول الحج انا رح عشان ربنا يتاخرني او العمرة او حيخش يصلي شوف بقى معهش في دوش حجم هخش يصلي او هطلع صدقة بسيطة على قدي كده وطلعه ربنا يغفر لزنوبك بس المهم انت تقبل وهو فاتح الباب على طول يبقى حتى لو مع اول قطر الدم بالزبيحة لي بس الله يغفر الزنوب ليه لانك زي ما قلت لحضراتك عملت حلقات كتير امتسلت امره وتشبهت بحضرة سيدنا النبس وده حاجة عظيمة كل سنة وحضرك فاحسن صحة وحايا تدورتنا وشرفتنا كالعادة كل عموانتم بخير وصحة وشارين جميع اللهم امين استأذر حضراتكم نطلع بواصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا خليكم معنا يهلا بكل حضراتكم من جديد برحة بيكم في جزء التاني من حلقتنا النهاردة وده الجزء اللي حينوارني ويشرفني فيه دكتور مصطفى الأكريشي الدعية الإسلامي اللي بنتشرف دايما بجوده معنا في البرنامج يا مساء الخيرات يا مساء الأنوار وكل لحظة حضراتك طيب بألف صحة وسلام يا ربي خليج ويا رب ربنا عيد علينا وعليك وعلى سادة المشاهدين العيد بكل خير ويومد وبرك اللهم أمين يا رب العالمين أمين يا رب العالمين ما ينفعش كون بنتكلم مع حضراتكم في حلقة النهاردة عن الأضحية وما نتكلمش عن المبادرة المهمة دي اللي بتقوم بيها مؤسسة لبض الحياة خدوا فكرة معنا من خلال هذا التقريب يتفتر يعني إيه سق الأضحية أريد أن أؤصل لكم المسألة الأصل أن الإنسان يقوم بنفسه بالأضحية والآن العصر المتطور ننيب شخصاً مثلنا هذا أمر صعب هناك ما يسمى بسق الأضحية فننيب مؤسسة ومن هنا كان حرص مؤسسة نبض الحياة كما يحرص المضحي والذي يقدم هذا اللح لله سبحانه وتعالى أيضاً المؤسسة تقوم بإعطاء الثلث الخاص به يصله إلى باب البيت النهاردة مؤسسة نبض الحياة بتضمن لحضرتك وصول أضحيتك للمكان الصحيح للناس المستحقين وحضرتك بتشوف ده بالصوت والصورة عن طريق بث مباشر لكل الأضحي اللي بيتم ذبحاء في أيام عيد الأضحى إن الله سبحانه وتعالى لا يغفروا للمضحي ذنوبه وذنوب عياله بأول قطرة تقع من الذبيحة وإنها تقع عند الله بمكان قبل أن تقع على الأرض فطيبوا بها نفسها وهنيئاً لكم كل العام وأنتم بخير يعني كل سنة طيب يا شك مصطفى كل أيام وهتبتدون مع مع كل السنة وحضرتك طيب وقبل بالصحة وسلامة طبعاً ده موسم جميل جداً موسم إحنا بننتظره بفضل الله عز وجل لأن دي نفحات من ربنا سبحانه وتعالى وسائل لمغفرة الذنوب وسائل لمن أراد أن يتوب اللي عاوز يتوب لربنا سبحانه وتعالى بقوله قد الطريق قدامك مع مؤسسة نبض الحياة إن أنت تشارك بفضل ربنا عز وجل في شعيرة جميلة اسمها شعيرة الأضحية سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حق القادر اللي يقدر بفضل الله عز وجل اللي يقدر يفدي نفسه حتى عندنا يا أستاذ كريم المصريين عملوا حاجة حلو قوي عملوا فقه مش موجود عملوا فقه مش موجود ايه؟ او الله اللي هو واحد مثلاً لما يجرى له أي مشكلة ولا تحصل له مصيبة وربنا ينجي منها يقولك ايه؟ اتبح اتبح شوف ايه والله صح هو جابها منين دي صحيح جابها منين دي معناه ما دخلناهاش من الفقه لكن هو طبيعته كده شクراً ربنا سبحانه وتعالى انه يذبح لله سبحانه وتعالى والواجه اللي يقوله حاجة بربعة رجول كده يلا حاجة كبيرة كده بربعة رجول مش حاجة صغيارة لا حاجة كبيرة كده عشان بفضل ربنا عز وجل ربنا نجاك من دي فتلاقي المصريين عندهم من حاجات ي megaليها بفضل فعلاً جداً في الإطار جداً ده يطعم طعام وبيطعم الطعام بنيه اطعم الطعام انه بيطعم الطعام ويشكر ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى نجاه من المصيبة دي او من الكرثة دي او من المشكلة اللي كانت هتحصل له او من حاجة كبيرة جدا وفي ناس بقى عندها تفكير حلو جدا بتفكر خارج السندوق فتلاقي مثلا ان يقولك لا انا هشكر ربنا سبحانه وتعالى على مصيبة ما حصلتش يا حبيبي يا حبيبي او الله مصيبة ما حصلتش كان فيه كرثة جاية ده باعتبار ما سيكون ايوه الله ينور عليك شوف اه او فيه كرثة هتيجي باعتبار ما سيكون كرثة هتيجي فربنا سبحانه وتعالى يبعدها عني فنفدي نفسي وقفدي اولادي وقفدي كل حاجة اسمها قصة فداء قصة الفداء انك تكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى مؤسسة نبض الحياة بفضل الله عز وجل في الايام المباركة دي الايام اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف فيها الحسنات فتحت باب المساهمات الجميلة جدا 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 في الاضحية انك ممكن تشارك في ذبيحة كاملة بفضل الله عز وجل تشارك بالسبع لو مش قادة تشير ذبيحة كاملة تشارك في صق خروف كامل بفضل الله عز وجل تشارك في حاجات جميلة جدا 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 فايامنا المباركة دي ايب تنتشر جامل جدا وبنسمعها في إذاعة القرآن الكريم وعبر وسائل المرئية الجميلة جدا اللي هي ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلود كل شعيرة في الاسلام بتسبقها شعيرة ازاي في شعيرة قبل الشعير يعني قبل الصلاح يعني حالتنا دي اللي حالة بنتكلم عنها طب استان ايه شعيرة اللي قبل استان يا حبيبي في شعيرة زي شعيرة الصلاح ايه اللي لازم نسبقها الوضوء لازم نعمل ايه أتوضى طب لو انا دلوقتي صليت من غير وضوء وصليت بالبقرة وقالي عمران والنساء في الركعة الأولانية وجب بالمائدة والأنعم والأعراض في الركعة التانية وسجدت نص ساعة وركعت ساعة لربع صلاتي مقبولة؟ لا ليه؟ ما توضيتش حبيبي يبقى كل شعيرة بتسبقها ايه؟ شعيرة حيل لما نيجي مثلا للجهاد في سبيل الله عز وجل ايه اللي قبل الجهاد؟ ربنا قالوا أعده وأعده لهم مستطعتهم من قوة صح ولا ايه؟ يبقى لازمنا الاعداد قبل الجهاد تمام؟ الاعداد يعد شعيرة في الحالة أما ليه؟ مش الشيء لزوب الشيء يا حبي لا ده شعيرة من الشعاء وانت بتستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى فبتاخد عليها حسنات لما نيجي مثلا واحد توفي إلى رحمة الله سبحانه وتعالى قبل ما نوزع المراس ايه الشعيرة اللي قبلها؟ الوصية والدي دي شعيرة من بعد وصياتي نوصي بها أو دين لازم اندي يخلص الأول وبعد كده ده شعائر طب قبل الأضحية في شعيرة ايه هي؟ لاستعداد للأضحية بمعنى بمعنى أقول للحضرتك في ناس بفضل من ربنا عز وجل ما بيستناش أن يوم العيد يجي عليه عشان يذبح لا يقول لك أنا هذبح بعد العيد وحقق يا الشعيرة بتاعة ربنا سبحانه وتعالى بعد صلاة العيد فصلي لربك وانحر بس أنا أستنى ليه إن المحتاج يجي عليه يوم العيد وهو مش جواء بيته ولا افتلكته لحمة لا أنا كل يوم من أيام العشر من شهر الله ذي الحجة أنا ليا فيها لحوم صدقات فلاقي ناس بتتصل على مؤسسة نبض الحياة اللي فتحت الباب بلحوم الصدقات بسهم جميل يقول لك بخمسمائة جنيه بسهم جميل جدا رائع متميز مبارك يقول لك أنا لازما كل يوم يا مؤسسة نبض الحياة يعملوا حسابي أنا حجز عشر تيام بفضل الله عز وجل حجزهم إن كل يوم يبقى لي شعيرة جميلة جدا تسبق الوضحية عشان أستعد وتهيأ نفسيا إن أنا يوم العيد ده أصلي صلاة العيد وروح أسبح لوجه الله سبحانه وتعالى أقول له يا رب أنا استعديت فعندنا في قعدة فقهية تقول لك بقى استعد لتستمد استعد لتستمد أنا بقى باستعد دهو لله سبحانه وتعالى وبجهز للشعيرة الجميلة دية الرائعة فكل يوم كان بيجهز نفسه وفي ناس جميلة جدا ألاقيها كل يوم قبل يوم العيد ألاقيهم لهم ذبيحة كم ده ولي برك لهم ليه يقول لي ما من أيام العمل الصالح فيها يا حب إلى الله من هذه العشر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال أفيش أيام العمل الصالح فيها يا حب إلى الله من هذه العشر الأيام الجميلة الرائعة الطيبة اللي هي أيام ذي الحج العمل الصالح فيها بص بقى كل عمل صالح أنت كنت بتعمله قبل كده بفور أي عمل صالح كنت بتعمله قبل كده كان ثوابه عند ربنا وربنا بيحبه 100% نفس العمل الصالح لو جيت عملته في العشر الأوائل من ذي الحجة حب ربنا لهم 200% يا سلام مضعف يا حبيبي ده 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 بحسابات ده بحساباتنا اللي هي اللي ايه اللي هي معنش اه اللي نور على حضرتك مش حسابات ربنا سبحانه وتعالى والله واسع عليهم فما لاقي حد مثلا ان يشارك بقى في ايه في سقه واضحية كامل أليه يشارك في ذبيحة بالسبع ولا حاجة أو يقدر هو واثنين وثلاثة معه يشاركه في ذبيحة كاملة أو سابعة بفضل الله عز وجل يشتركه أو هو ممكن يتواصل مع مؤسسة نبض الحياة ويقول انا بفضل الله عز وجل عايز اشارك بالسبع في ذبيحة كاملة افيش ادنى مشكلة واحد تاني يقولك انا عايز اشارك في سقه الخروف واستنى بسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قلية التوزيع بقى بتمشي ازاي عدالة التوزيع دي جميلة جدا انا بسميها عدالة التوزيع مفترض ده تكون عدالة تقرات الحياة يا حبيب ايوة ايوة طب العدل حاجة عظيمة جدا صفة دايما يعني الدكتور عبدالعاز محمد رضا المدير التنفيذي المؤسسة شخصية باسم الله ما شاء الله والسيد محمد رضا كلهم بيبلغونا دايما بالاخبار الجميلة دية ان عندنا فريق المشروعات لا يكل ولا يمن يوصل الليل بالنهار عمال يدور على اهالينا الاولى الاولى وحط تحتها 4000 خط الاولى بالرعاية والاكثر استحقاقا في الاماكن الاكثر احتياجا يلاقي هنا مثلا فلان محتاج بفضل الله عز وجل سقف وده محتاج وسط مية وده محتاج سطرة وده محتاج بير تجمعية لميها الامطار وده محتاج محطات معالجة وتنقية وده وده فعندنا قريطة تعمل مدققة ومحققة بتتحقق عن طريقين الطريق الاول كشفيه مؤسسة نبض الحياة الطريق التاني الجمعيات الشريكة اللي هي منتشرة في القرى والنجوع والكفور اللي هم معنهم دايما شغالة وعندهم معارفة اكتر بالأسر الاولى بالرعاية حتى كمان يا أستاذ كريم الأسر دي اللي بيوصل لها بفضل الله عز وجل صدقات اللحوم أو بيوصل لها نصيب بفضل الله عز وجل اللي ربنا كتبه لها من الأضحية دي ناس احنا نعرفها علم اليقين وأستطيع دي الحياة نعرفها علم اليقين وعرفها ظروفها ايه وبيجرى لها زي ما بلغنا الدكتور عبدالعزي محمد رضا بحث اجتماعي بحث اجتماعي بالحالة بتاعتهم تابع لوزارة التضامن الاجتماعي ببحث بالحالة كل الأمور دي بتتم تحت مظلة الوزارة طبعا أمه ليه تمام وبفضل من ربنا عز وجل يعني لازم صدقتك تروح في مكانها ودي عدارة التوزيع بقى انه فلان سيد اتنين كيلو لحمة ابراهيم اتنين كيلو لحمة علي اتنين كيلو لحمة فلان كذا فلان كذا يبقى بيخش العيد بفضل الله عز وجل وببيت كل واحد فيهم اللحمة الجميلة من لحم الصدقات طب أفتر بقى طب وبعد كده بعد بقى يوم العيد بفضل الله عز وجل ويوم العيد النحر بيشتغل بقى بفضل الله عز وجل وسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيغفر بيها للمضاحي مع أول قطرة تنزل على الأرض مين فينا مستغني مين فينا بيقول أنا مش هعمل لا بفضل ربنا عز وجل دي سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفدي نفسك كميل طيب اتكلمنا مخضراتكم عن أول شكل من أشكال العمل الصالح مبادرة مهمة جدا بتقوم بيها وبتنفسها مؤسسة نبض الحياة تعالوا بقى نتكلم شوية عن سقي الماء واللي لي أكتر من شكل مع مؤسسة نبض الحياة بس احنا النهاردة بنتكلم معكم عن الشكل ده تحديدا بحطات تنقية وتحرية المياه تابعوا معنا محطات تنقية بقى وجودها ضروري وأساسي عشان كده إنجاز مؤسسة نبض الحياة فكل محافظة بتروحها إنها بتعمل فيها محطة واتنين وده كان نصيب مركز سوموسطة في محافظة باني سويف المحطة التانية في خلال شهر واحد بفضل الله سبحانه وتعال علشان نشاهد فرحة حقيقية فرحة بتجوب كل أهل القرية الرجال والسيدات وحتى الأطفال مفيش حد في القرية بفضل الله سبحانه وتعالى معبرش لما شاف المحطة دي عن فرحته ومدى سعدته بيها ومدى الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى أجراه على إيد فاعل الخير اللي بيتجر مع ربنا سبحانه وتعالى اللي عمل المحطة ابتغاء وجه الله الكريم وبوجود التقنيات الحديثة واستخدام مؤسسة نبض الحياة ليها بنقدر ننجز في أسرع وقت وأفضل جودة للميا محطة بتنتج 15 ألف لتر من الميا يوميا وبتغطي احتياج آلاف الأسر سواء من أهل القرية أو من القرى المجورة إن شاء الله المحطة دي هتكون باب للمزيد من المحطات في مركز اسموسطة ومستمرين مع حضراتكم إن شاء الله عشان نلب احتياج كل قرية محتاجة كباية مياه ناقية يعني الملف ده أو المبادرة دي من أول ما ظهرت للنور وهي بسم الله ما شاء الله سبرينت يعني مش جاري عادي يعني بيكلم على سبرينت ما شاء الله إيه آخر المستجدات في القطار ده بفضل من ربنا عز وجل مش آخر محطة اللي سيدنا الشيخ أحمد ماندوح كان بيتكلم عنها لا بفضل من ربنا عز وجل لسه مؤسسة نبض الحياة مفتتحة محطة جميلة جدا 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 لأهلنا في قرية سين الجبلية مركز بدر ومحافظة البحيرة والله ودي المحطة رقم ثلاثة لمؤسسة نبض الحياة في محافظة البحيرة في مركز بدر بفضل من ربنا عز وجل في مركز واحد يتعمل محطة واثنين وثلاثة كبير جدا كبير جدا هم يعني ده القرية الوحدة محتاجة محطة وثلاثة واثنين وثلاثة واربعة بجد لأن الناس في الزياد سكاني رهيب اه طبعا احنا كل يوم بنزيد كل يوم بنزيد كل يوم بنزيد فمحتاجين بفضل الله عز وجل ان الناس هناك تشرب أنقى كباية مية طبعا كتير جدا من الناس المرتبطة بالصدقة بيحبوا سقي الماء يعني ده اللي الناس معينة تتصل بيها بالله عليك أنا عايز سقي الماء أنا عارف انك بتحبه اقول لها منكيش دعب اللي أنا بحبه تقول لي لا أنا عارف ان ده بتحب سقي الماء زي والساس كريم بيقول في الحلقة وقلت له والله هو قريب من قلبي ملف جميل وازاي ما حبش اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحبه لما رح له سيدنا سعد وقال له ماتت أمي أفأتصدق عنها ده بيسأل أعظم الخلق عن أعظم الناس بالنسباله طبع ليأمه وعيزوا يشاولوا على أعظم حاجة ممكن يعملها لها يا حبيبي أروح أروح أنتك قاعد على قلبي فرصة تستفيد من العلم ليس مش مشكلة فسأله قال له عليك بيسقي الماء فهو ملف جميل جدا مقرب لقلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي بيحبه وأنا بحبه الأساس كريم بيحبه والدنيا كلها بتحب الملف الجميل ده ما بلك ان احنا بنكبر العمل الصالح ده العمل الصالح نبنتكلم في أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله ده بقى القريب جدا لله سبحانه وتعالى من ما فيش أحسن من العشرة دول أن انت تتصدق لواجه الله عز وجل طب هتسقي بيت زي وصلة مية جميلة بص بسم الله ما شاء الله حاجة رائعة يعني بفضل الله تقي بيت زل السؤال أنه يدور هنا أو يدور هنا أو يدور هنا على مية طب ولا هتقي بفضل الله عز وجل لحوشة كاملة ببير تجميعية لمية الأمطار له هنا في مطروح ولا هتقي بفضل الله عز وجل بقى قرية كاملة وعزب حواليها وجنبها جايين يشربوا من محطة معالجة وتنقية يعني أكتر من عشرين ألف نسمة بيستفيدوا بيستفيدوا من المحطة دي ومحطة معمولة إيه بقى؟ بكوادر فنية وهندسية على أعلى مستوى قبل ما نطلع الفاصل ده أنا فاضل أقل من دقيقة بس أنا نمأ إلى علم أن أنتوا عندكم في خطتكم المستهدفة أن يتم افتتاح محطة كل أسبوع إيه عم إيه موضوع أبعد من كده يا سلام بفضل من ربنا عز وجل الحمد لله في عشرين أربعة وعشرين بفضل من ربنا عز وجل بقى إينا بقى لش نفتتح في الأسبوع محطة واحدة بقى اتنين وثلاثة اللهم لك الحمد لله بس لسه في أماكن كتيرة جدا في صعيد مصر بالله عليكم الصعيد صعيدا طيبة أهلنا في الصعيد بيتصلوا على مؤسسة نبض الحياة يا مؤسسة نبض الحياة محتاجين لكم تعملوا عندنا محطات معالجة وتنقيم محتاجين نحول الدفة لقطار مؤسسة نبض الحياة إلى صعيد مصر كميل ومحتاجين كمانات العفاصل سريع ونرجع بعدين نعرف حضراتكم شكل تالت من أشكال العمل الصالح اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى خليكم معنا يا أهلا بكل حضراتكم من جديد تعالوا بقى نتكلم شوية في الجزء المتبقي على نهاية حلقتنا النهاردة عن واحد من أجمل المشروعات على الإطلاق فكرة إن يكون المشروع استثماري خيري مفيش أحلى ولا أفيد من كده تابعوا معنا في وقف النخيل بمؤسسة نبض الحياة كالموعد المتبرعين مع زراعة المرحلة السابعة في ستل قروين بالفارفرات الأمل يتحقق بالعمل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وحقق لنا الله سبحانه وتعالى هذا الأمل فمشوار الألف ميل يبتدي بخطر ولذلك نحن في المرحلة السابعة نقوم بزراعتها الآن المتبرعين اللي شرفونا استشعروا قد إيه الجهد والمصدقية اللي بتحرس عليها مؤسسة نبض الحياة في مشروع وقف النخيل الخيري جايين بنشهد وبنحتفل مع حضراتكم النهاردة بزراعة المرحلة السابعة من وقف النخيل الخيري وقف النخيل الخيري رحلة العطاء اللي حضراتكم بدأتوا بيها مع مؤسسة نبض الحياة وفرحة غير عادية النهاردة مسيرة من الخير ومسيرة من العطاء ربنا سبحانه وتعالى أكرم بها حضراتكم مع مؤسسة نبض الحياة حضراتكم شايفين على أرض الواقع فرحة السادة المساهمين وهم فرحانين بعد مشوار طويل جدا تخيل فعلا فرحة عارمة نتيجة العمل الصالح اللي شافه على أرض الواقع وقلبه حسه أعتقد يعني أن يوم الزراعة ده بيبقى يوم ملحمه ومشحون بالعواطف أو طبعا بس بيبقى فيه بعض الألق على أهالينا اللي هم المتصدقين اللي جايين في الطريق لكن بفضل من ربنا عز وجل بعد التجهيزات والترتيبات من إدارة مؤسسة نبض الحياة بفضل الله أولا ثم بفضل التخطيط الجيد لأن عندنا حكمة احنا بنقولها كلنا التخطيط الجيد أساس النجاح والعمل القائم على التخطيط الجيد أساس النجاح حاجة عظيمة جدا تحت قيادة دكتور عبد العزيز محمد ريدا المدير التنفيذ المؤسسة بفضل من ربنا عز وجل بيتم الترتيب للرحلة اللي حضرتك شايفها ديك الترتيب لها قبلها بشهر ونقدر نرتب مع الناس اللي هتطلع ويطرى كم واحد هتطلع ويطرعوا كمان على يومين طبعا مش يوم واحد علشان بفضل الله عز وجل كل واحد يجي براحته ويغرس صداقته بأيديه ودي المصدقية اللي شغالة بها مؤسسة نبض الحياة قبل ما ادخل مع حضرتك الحلقة النهاردة لقيت أحد الناس اللي أنا بحبها جدا جدا بيكلمني بقولي أنا مبسوط قوي بمشروع وقف النخيل الخيري مع مؤسسة نبض الحياة بقوله شمعنى إيه اللي بيميزنا قال اللي بيميزكم المصدقية اللي انتو شغالين بها ان انتو بتدعو المتصدقين اللي هم يجوا بنفسهم ويجي يغرس بأيديه وطوله خبالك بالحقيقة بتعملوا كمان نفس الحكاية دي في كل الحملات الحمد لله أي حد بيتبرع في أي ملاف طبعا تعال معنا حضرنا طبعا وبس المشروع اللي هو ضرة التاج اللي واخد بسم الله ما شاء الله يعني ايه واخد انتشار عظيم جدا بفضل الله عز وجل ثم بفضل الصدق والمصدقية اللي شغال بها مؤسسة نبض الحياة مشروع وقف النخيل الخيري مشروع استثماري جميل جدا أحسن حاجة للصدق الجارية أحسن مشروع بصراحة أنا شافه تطبيق جميل جدا لفكرة الصدق الجارية وهي صدقة ودود ولود طبعا ودود بها الود والمحبة اللي بينك وبالرب العالمين سبحانه وتعالى وولود لأنها بيطلع منها فسائل بفضل الله عز وجل بتبقى بعد كده نخيل يعني إذن صدقة مستمرة والرائع بتاعها بفضل الله عز وجل بيخرج في بناء المساجد يخرج في حفرة أبار تجميع منها الأمطار يخرج في وصلات المياه تسئف بيوت حملة سطرة لتجهيز العرائس اليتامة تلاقي بسم الله ما شاء الله يعني تجهيز البيوت اللي هي بتاع الناس اللي وقع بيتها عليها في الصحة في التعليم في حاجات كبيرة جدا 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 ممكن بفضل الله عز وجل يبقى لك فيها علامة تشهد لك في الدنيا ويوم القيامة وقف النخيل حاجة عظيمة جدا يا أستاذ كريم أنا بحس إن إيه إن ده العكازة اللي بتتعكز عليها مؤسسة نبض الحياة بفضل الله عز وجل وتقدر تتكع عليها بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى ليه لأن أهالينا المتصدقين موسميين فاليوم دلوقتي بعد الحلقة وأثناء الحلقة بيتصلوا على المؤسس وباسم الله ما شاء الله ليه سمعوا بقى الحديث اللي بيقول ما من أيام العمل الصالح وفيها أحب ولا الله على فكرة يا أستاذ كريم لقت الحديث على طول وإحنا بنتكلم عنه هو وقال لي يعني العمل الصالح حلو في الأيام دي وطلقاه فهو باين نوع على حاجة حلوة يعني طب ومن بقى بقى إيه الإمعان في المصدقية والشيء بالشيء يوسكراني وإحنا برضو منتبع التقرير فبسأل دكتور مصطفى بقوله طب في الأيام العشر دول زي ما الأجور بتتضاعف في حالة العمل الصالح طب العمل الغير صالح حال كمان بتتضاعف السيئات فعمل لي كده آه بنا أنت عارف فقلنا إيه تجدر الإشارة برضو عشان إيه طب حضركم دخلت معنا في الحوار برضو معلومة على فكرة ممكن تتفاجئ أن في حد مش عارف يعني دائما الكلام بيبقى على أن الأجور بتتضاعف انت عارف طريق والآثام وضعها بس انت عارف طريق أنا أحب دايما أن أبقى مباشر بفضل الله عز وجل زي حضرتك كده منحب دايما أن يكون مباشرين بس انت خايف على النص أكتر يعني والله أبو جرد بس سؤال تباضر لزهن وبرضو لازم الواحد فينا نكون أعارف التفصيل طبعا طبعا حتى اللي بصدد أنه عايز يعمل حاجة مش طبعا أتقي بفضل الله كل ده أتقيها بفضل الله عز وجل وان ونية خير في الأيام العمل الصالح فيها ده جميل جدا فلاقي مثلا أهلي المتصدقين دلوقتي حيالا بيتصلوا على مؤسسنا بدل حياة أنا عاوز يبقالف الأطحية أنا عاوز يبقالف في حطات المعالجة والتنقية اعملوا حسابي في نخلتين 3 4 5 6 أنا وعيلتي بفضل الله عز وجل ما من أيام العمل الصالح فيها يا حب إلى الله من هذه الأيام فلان لسه ما خرجش الزك أقول له ما فيش أحسن من الأيام الجميلة دي تخرج فيها الزك اخرجها بفضل الله عز وجل زكاة أموال زكاة زروع زكاة ايه زكاة ايه شوف الزكا اللي عندك ايه واخرجها في الأيام دي بنية من ربنا ضعف لك في الشكل ده تعديدا يعني أموال الزكاة ممكن أخرجها في صورة نخيل مثلا لا لأنها دفت تملك تخرج من باب الصدق بفضل الله عز وجل تمام فرب العالمين سبحانه وتعالى فتح لك الباب أن أنت بفضل الله تدخل بس الباب بصدقة جميلة جدا يعني أفيش أحسن من العمل الصالح ده أنك تفرح ناس تانية أن الأيتام دلوقتي هما بيشوفوا وقف النخيل الخيري وهو بيكبر بفضل الله عز وجل على مساحة أكتر من ألف فدان هما بيحصل لهم إيه اطمئنان وهدوء وعلى فكرة ممكن نخلتك اللي أنت بتغلسها النهاردة بأيديك ممكن يعود نفعها عليك أنت شخصيا ما قول الأيام دول طبعا وبتثبتش على حال وأي دول وما بين غمضة عين وانتباهاتها يؤدر الله من حال لحال النهاردة أنت ميسور الحال تصدقت مع مؤسسة نبض الحياة بنخلتين ثلاثة أربعة خمس نخلات عشر نخلات ممكن بعد كده يتقلب بيك الحال ويا رب يغني كل الناس يا رب ويتقلب بيك الحال وتبقى من الناس اللي تستحق الصدقة فتلاقي النخيل اللي أنت تصدقت بيه الوجه الله سبحانه وتعالى يعود عليك نفعه بعد كده يا سلام يا أستاذ كريم رب العالمين سبحانه وتعالى له جنود وما يعلمه جنود ربك إلا هو نعم وبحس أن النخلة دي طيبة جميلة جدا وباخد من الآية القرآنية اللي في سورة مريم ربنا قال السيدة مريم ويا في ألام المخاض وهزي إليك بجزع النخلة أهزي بجزع النخلة إزاي إزاي يعني إزاي وانا في إيه في المخاض ده ده معلين القاصر هي عملت إيه هي استجابت لأمر الله وانا مش قادر جزع نخلة أنا هزه وأنا في ألام المخاض وخلاص هولد هي استجابت لأمر الله وهزي إليك بجزع النخلتي تساقط عليك رطة بنجانية أنا باخد من الآية دي بقى فهمي جامل جدا هزي نفسك يلا هزي نفسك بفضل الله عز وجل واخرج لواجه الله سبحانه وتعالى هتساقط عليك رطة بنجانية اعمل إيه بقى فاكولي واشربي وقري عينها هتقل بفضل الله وانت منعم وكلك بركة والشرب بفضل الله وانت منعم وكلك بركة وهتقر عينك بفضل الله عز وجل يعني مش هتشوف في أولادك أي مشكلة ولا أي ديئة ولا أي حاجة إحدى كبار الممثلات ربنا يبارك فيها يا رب من الناس اللي هم الفنانين القديرين اللي أنا بحبهم جدا كل ما تضيئ عليها تقول لي بتصدق ولا كل ما تضيئ تصدق ربنا يا سبحانه وتعالى يوسع علي والله ما طبعا انت وسعت على خلق الله وانت هكون أكرم من رب العالمين سبحانه وتعالى حاشا لله فربنا سبحانه وتعالى ولك زي ما أكرمت عبادي أنا هكريمك وزيادة ورب العالمين تقول لي كل ما تضيئ كل ما يقوم عندي بفضل الله عز وجل يقين في الله إنها تفرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها ستفرجوا ستفرجوا بيقين بربنا مش لا تفرجوا ده يعني كل الناس اللي خدوا التجربة دي بصمولك عليها بالعشر اه طبعا بفضل من ربنا عز وجل وعشان كده مؤسس نظر الحياة مستمرة في مشروع العمل الخيري وبخاصة لستثمار الخيري والتنمية المستدامة اللي بتنادي بها جمهوريتنا الجديدة بفضل من ربنا عز وجل زرعنا مع بعض المرحلة الأولى والتانية والتالتة والرابعة والخمسة والستثة والحمد لله كملنا بمرحلة ممتعة كانت السابعة والحمد لله لسه امتلاد الكرشة غال من بعد يوم 28 أبريل و29 أبريل 20-24 فتحنا الباب للتصدق بفضل الله في مشروع وقف النخيل للمرحلة الثامنة والباب بيتقفل امتى بقى لا ان شاء الله مش هيتقفل بإذن الله عارف ان حتى ده يوم الزراعة نفسها ساعات في ناس بتقولك في ناس بتتصدق يوم الزراعة نفسها بفضل الله عز وجل وبيجي بيشوف في عينيه وبيحس بالفرحة ولا يناس قاعدة جنب النخلة بتاعتها عمال ييدع ربنا بقوله آه انت عندك يكن ان ربنا هيستجيب لانك عارف ان العمل الصالح بفضل الله الدعاء بعده مستجام بذع ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يجعل أفئلة من الناس تهوي الى هذا العمل الصالح لانه فيش عمل صالح احسن من كده ولا صدق جارية افضل من كده صحيح انا بشكرك على وجودك معنا انه هده نورت الدنيا كلها جزاك الله وحبا بعدد جميل ما خلق يا ربي خليك حبيب والشكر موصول لخضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعة بإذن الرحمن يتجدد اللقاء السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة